اشتركوا في القناة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهم تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وعرب الرئيس السيسي في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بحلول شهر رمضان الكريم داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات وعلى جميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار هذا وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ودع الرئيس السيسي في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج أن يتقبل الله تعالى صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا في هذا الشهر الكريم وأن يعيده بالخير واليمن والبركات على مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية مصادقة الكنسة الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005 وشددت الخارجية على أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية وهو ما تؤكده مقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي وأوضح البيان أن مثل هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتؤجج مشاعر الغبن والغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيدا كل يوم عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة نتائج أعمال الشركات القابضة للصناعات الكيميائية وشركاتها التابعة وأكد مدبولي حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة أداء مختلف الشركات التابعة لها وصولا لتحقيق المستهدفات والنتائج المرجوة من أعمالها وكذلك العمل على إتاحة مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة في مختلف المجالات وذلك بما يسهم في دعم وتوطين الصناعة المحلية وتمكين تلك الشركات من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية ويتبع الشركة القابضة للصناعات الكيميائية تسع عشرة شركة ويصل عدد العاملين بها إلى أكثر من أربعة وعشرين ألف عامل أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية استمرار جهود توفير السلع وضبط الأسعار وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة وجهات الدولة المعنية لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع خلال شهر رمضان المعظم وخلال اجتماع مجلس المحافظين أكد مدبولي على أهمية استمرار مختلف أوجه الرقابة على الأسواق بما فيها منافذ ومعارض بيع السلع والتي يصل عددها إلى نحو خمسمائة وخمسين منفذا ومعرضا مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لمختلف الكميات المتوافرة من السلع الأساسية والاحتياطات والأرصدة المتاحة منها تفاديا لحدوث أي نقص مفاجئ في تلك الاحتياطيات للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة دكتور محمد أهلا ومرحبا بك على شاشة ديمسي دكتور محمد حدثنا عن مساهمة وزارة الزراعة في توفير السلع للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم وما تقدمه الوزارة وتشترك به في المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية شكرا جزيلا وطبعا واضح جدا أن فيه تمام من الدولة المصرية بتوفير احتاجات المواطن المصري وبالسطح مجموعة من المنافذ ونقاط البيع لخدمة المواطنين ويمكن شفنا متوجهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد والتأكيد المستمرة على ضرورة متابعة الأسعار والتأكد من الرقابة على الأسواق بالنسبة لنا في وزارة الزراعة احنا عندنا مجموعات من المنافذ الموجودة على مستوى الجمهورية احنا نتكلم في أكتر من 243 منفذ ثابت موجودين على مستوى الجمهورية إضافة إلى 33 منفذ متنقل أيضا متحيين وموجودين تحت الصرفة للحكم المحلي لجانب أن احنا كمان أنشأنا مجموعة من معارض الخاصة بحملة خير مزرعنا ذا حالينا وهذه الحملة معانية بالربط بين المنتج والمستهلك وبالتالي احنا بنوفر جزء كبير جدا من التكلفة اللي كانت بتحملها المواطن المصري وكمان بنساعد المنتج في أنه يبيع بسعر يناسبه وبالتالي يستمر في العملية الانتاجية وده بيخلي المواطن يقدر يشير احتياجاته يمكن بأسعار بتوصل لنسبة الحصومات فيها من 20% ل30% ويمكن أكتر كمان في بعض السلع وبنتحلوا كل ده من خلال مجموعات المنافذ ومجموعات المنافذ المتنقلة والمعارض اللي بيتم فتحها إلى جنب أن احنا كمان بنشارك في معارض أهلا رمضان بنشارك في كل المبادرات الموجودة وبنحط المنتجات الزراعية في المنافذ التابعة للدولة المصرية سواء منافذ أمان أو وطنية أو منافذ كلنا واحد أو كل المنافذ والمعارض اللي موجودة هدفنا في الآخر أن احنا نفتح وندي فرصة بديل يكون موجود أمام المواطن المصري عشان لو حصل أن فيه أي حد بيعمل ارتفاع غير مبرر في الأسعار المواطن يلاقي البديل المناسب اللي يقدر من خلاله يشتري احتياجاته بأسعار مناسبة وبالتالي ده كله يؤدي إلى مزيد من السيطرة على الأسعار نعم دكتور محمد حابب تكلمني عن المتاجات الموجودة في منافذ خير مزارعنا وأماكن تواجد هذه المنافذ على مستوى الجمهورية يعني طبعا احنا عندنا على مستوى الجمهورية احنا بنغطف تقريبا كل محافظات الجمهورية فيه انتشار لمنافذ الوزارة ومنافذ خير مزارعنا الأهدينا عندنا في القاهرة احنا عاملين معرض دائم كبير في حديقة الأرمان متاح فيها كل المنتجات ايضا فيه فيه مبنى الصوب البرعية موجود بجوار منطقة الدقي عندنا فيه برضو معرض دائم موجود فيه كل السلع والمنتجات اللي ممكن يحتاجها المواطن المصري بنتكلم على كل احتياجات البيت احنا عندنا لحوم دواجن خضر سواكئ معلبات كل اللي بيحتاجوا البيت المصري موجود ومتوافر فيه هذه المنافذ وهذه النقاط البيعية وموجود بكمية كبيرة ويمكن فيه تأكيد دائما تأكيد مستمر من كل جهاز الدولة طبعا خمسة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزير ومتابعة مستمرة من معالي الوزير عشان نتأكد من توافر احتياجات المواطن المصري والتأكيد على جوزة المنطقة المقدمة نعم الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك صرح وزير الاسكان عاصم الجزار بان مسجد عمر بن العاص اصبح في ابهى صورة بعد اعمال التطوير والترميم ورفع الكفاءة استعدادا لاستقبال المصلين بداية شهر رمضان المبارك وتضمنت اعمال التطوير ترميم جميع العناصر الاثرية بالمسجد ورفع كفاءة شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية وشبكة صرف مياه المطر وانشاء شبكة وقاية من الحريق وتطوير شبكات الاضاءة والصوتيات الداخلية والخارجية وتوسعة المدخل الرئيسي للمسجد من شارع حسن الانور ليكون بعرض ثلاثين مترا وكذا انشاء ساحة خارجية لاستقبال الزائرين اكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة ان الاستثمار التعدنية بمصر يسير في الطريق الصحيح نحو تعظيم عوائد ثرواتنا المعدنية لصالح الاقتصاد المصري اوضح الملة خلال جولة تفقدية بمنجم السكري بالصحراء الشرقية ان المنجم حقق انتاجية بلغت خمسة ملايين ومائتي الف اوقية ذهب منذ بدء الانتاج وحتى نهاية فبراير الماضي بارادات تقدر بنحو سبعة مليارات وخمسمائة مليون دولار واوضح الملة انه من المستهدف انتاج ما بين اربعمائة وخمسين الى اربعمائة وثمانين الف اوقية خلال العام الحالي الفين ثلاثة وعشرين او على جانب اخر افتتح الوزير محطة الطاقة الشمسية بمنجم السكري بقدرة ستة وثلاثين ميجاوات بالاضافة لنظام تخزين بالبطاريات بسعة سبعة ونصف ميجاوات لتغذية المنجم اعلنت روسيا تمديد خفض انتاجها من النفط بمقدار خمسمائة الف برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل بعد اكثر من شهر على اتخاذها هذا القرار ردا على العقوبات الدولية التي تستهدف نفطها ويمثل الخفض المعلن خفضا بحالي خمسة بالمئة مما تستخدمه روسيا يوميا او بل مما تستخرجه روسيا يوميا حاليا والبالغ اكثر من تسعة ملايين وخمسمائة الف برميل وقال نائب رئيس الوزراء المكلف بشؤون الطاقة اليكزاندر نوفاك ان قرار الخفض الطوعي للانتاج بمقدار خمسمائة الف برميل يوميا سيكون ساريا حتى يونيو الفين ثلاثة وعشرين ضمنا واوضح ان روسيا على وشك بلوغ مستوى التخفيض المستهدف في العاشر من فبراير توصل الاتحاد الاوروبي لاتفاق لخفض الاستهلاك النهائي للطاقة في ظل ازمة توسع دول التكتل في الطاقة النظيفة مع استمرار الحرب الروسية الاوكرانية تزامنا مع نقص امدادات النفط الروسي توصل الاتحاد الاوروبي الى اتفاق لخفض الاستهلاك النهائي للطاقة في ظل أزمة توسع دول التكتل في الطاقة النظيفة بعد الاعتماد بشكل كبير على مدار العقود الماضية على الوقود الأحفوري الاتفاق الأوروبي تضمن خفض الاستهلاك النهائي للطاقة في جميع دول التكتل بنسبة 11.7% بحلول عام 2030 وهو ما لقى استحسانا في ظل سعي التكتل الأوروبي لمكافحة تغير المناخ والحد من استخدام أوروبا للوقود الأحفوري الروسي يأتي الاتفاق تزامنا مع استمرار تبعات الحرب الأوكرانية التي أدت إلى مشكلة طاقة في القارة العجوز خلال العام الماضي 2022 وذلك في ظل استيراد الاتحاد الأوروبي ل90% من احتياجاته من الغاز الطبيعي من روسيا ودول أخرى الاعتماد على الطاقة النظيفة أصبح ملاذا آمنا لأوروبا في مواجهة نقص أو وقف الإمداد الروسي في أسوأ الحالات وهو ما دفعها إلى التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة قدراته على استقبال واردات الغاز الطبيعي المسال بنحو الثلث تقريبا خلال العام المقبل في إطار جهوده الرامية إلى إيجاد بدائل لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا والتي تصل إليه عبر شبكات خطوط الأنابيب بدائل جديدة يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها ضمن خطته الرامية إلى الاستغناء عن الغاز الروسي بعد تأثر سلاسل الإمداد بعد الحرب الروسية الأوكرانية تنظر الأسواق اليوم نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة ومن المتوقع عقب الاجتماع أن يكشف رئيس البنك المركزي الأمريكي جيرون باول عن توقعات اقتصادية جديدة ومسار البنك لرفع أسعار الفائدة وبينما تتوقع السوق أن يرفع الاحتياطي الاحتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يقول مراقبون لتحركات البنك المركزي إنه قد يوقف المزيد من الزيادات مؤقتا أو يؤخر إصدار توقعات اقتصادية جديدة بسبب الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي أفاد مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا بارتفاع معدل التضخم في البلاد للمرة الأولى منذ أربعة أشهر وأوضح المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك قفز إلى 10.4% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بعشر فاصل واحد بالمئة في الشهر السابق عليه حيث استمرت أسعار الطاقة المرتفعة في الضغط على ميزانيات الأسر وأتوقع الاقتصاديون أن تنخفض الأسعار بسرعة في وقت لاحق من هذا العام لا سيما أن التضخم بات أعلى بخمس مرات من المعدل المستهدف البالغ 2% ختام النشرة كل عام وأنتم بخير